اشتركوا في القناة 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 أبو علي أنا توني شوف التعليق كاتب موجود سويت لركوست مرة ثانية إن شاء الله الحين هل أبو علي هل أبو الحبيب هل أبو عبدالله السلام عليكم السلام ورحمة الله لاتش إن النت واي تعبان والله واي تعبان وتوني والله نزلت بالشارع توني مكلمت بس صاحب نحن بس خلا خذ منه الراوة تاري ممكن يكون أفضل النت لأن النت شوية عندي تعبان أبو الله طاعتكم وعيدكم مبارك وعشاكم العايدين والفايزين مقدمة إن شاء الله أجمعين إن شاء الله أنا ترى فهمت مع التكتير بس خلنسأل الجماعة صوت أبو علي واضح عندكم ولا لا لأن أنا عندي وعيد قاعد يقطع إذا تنطروا علي بس دقيقة ترى هم صوتك قاعد يقطع فإذا تعطوني بعد خمس دقائق آسف تأخرت عليكم بس وعيد شوية أنت عندي ضيف صاير فما أدري من صوبي من صوبك ما أدري وين الوضع ما أدري صدقه ما قاعد يقولون واضح بس إن صوتك قاعد يقطع أنا صوتك قاعد يقطع أنا صوتك قاعد يقطع يلا توكه الله معلش يا جماعة معلش يلا ننطر الحين بو علي بس يشبك على الراوتر وراح ردي إن شاء الله يديش معنا أنا قاعد اسمع صوتك قاعد أنتو قاعد تسمعون صوت محمد إش كاناني واضح ممتاز إذا اثنين واضح ممتاز يلا هم خير وبركة خل يزيد إنت عنده عشان يصير أقوي لا لا موجود كابتن لسلة لا تعيدها موجودين بالبوكس أنا ما ما وسكرت البث وهو الحين إن شاء الله بس يديش رد ندخله يا أنا أسئلة موجودة إن شاء الله حين تكون الأمور طيبة تم الإنقاذ هلا أبو علي تم الإنقاذ تم الإنقاذ تم الإنقاذ في خلل عندي مو مشكلة دام النوم أسمعون صوتك أوكي واضح حلو بس نتوكل على الله خذينا نحن إحنا وايد من الوقت وسبت تكطيع فراح ندوك في ذا أبو علي خذ راحتك أبو علي أنت متى بديت مسيرتك كحاكم أول شي؟ كانت بالألفين وعشرة وبالألفين وحدعش دخلت التحكيم الدولي بعد اختبار كانت بطولة العالم وأول بطولة حكم فيها رسمي كانت بطولة لألعاب العربية بالدوحة هذي كبداية كنت أول حكم دول الكويتي ذاك الوقت بعدها استمرنا في تحكيم البطولات يعني على قراتهم القريبة والبعيدة وأول بطولة كانت يعني تقدر تقول اللي انقلتني نقلة نوعية هي بطولة آرد كلاسيك 2013 بمدريد ومنها استمرنا ليه 2015 هذا طبعا كان كلها مع الاتحاد الـ 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 قبل الانفصال اللي هو صار الحين الـ الـ الليل 2015 بطولة العالم بتزكية من رئيس الاتحاد الدولي دكتور رفايلسن تونجة صرت جزء من رؤساء حكام آسيا بالتيم حكام رؤساء حكام آسيا وصرت رئيس حكام غرب آسيا من 2015 إلى 2017 وقت الانفصال بعدها انتقلت مع اتحاد الـ آيف بي 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 برو ليغ من نهايات الـ 2017 ليه الوقت الحالي وبلشت أحكم محترفين من الـ إلا راح أظنني الـ 2016 بلشت أحكم للمحترفين يعني من قبل الانفصال كنت أحكم للمحترفين هذا يعني بصورة سريعة زينبو علي انت حكمت بطولات هوات وايد ببطولات محترفين كم بطولة حكمت؟ محترفين يعني فيهم بسم الله الرحمن الرحيم أنا ما أذكرهم بالضبط وأثنين فيهم 7-8 بطولات على الأقل على الأقل 7-8 بطولات محترفين منو نيوزلندا الكويت دبي لبنان هاروند كلاسيك يعني يعني عدد لا بأس فيه يعني خلال الفترة اللي قطت طيب أنت أبو علي بما أنا اشتغلت مع الاتحادين حلو الاتحادين فيهم نفس الفئات اللي هي كمالة سام والفيزيك والكلاسيك الوصف أو كلاسيك بادي بلدن قبل الكلاسيك بادي بلدن تشوف كانت الكلاسيك بادي بلدن يأطوي العمر بالاتحاد الإليت الكلاسيك فيزيك كانت موجودة في اتحاد المحترفين إتحاد الفروليك بعد الانفصال حتى اتحاد الإليت دخل فئة الكلاسيك فيزيك يعني صار عندهم كلاسيك فيزيك وكلاسيك بودي بلدينغ غير البودي بلدينغ وغير الفيزيك عرفت والفتنس وغيرهم وفئات البنات والجونيور والماستر يعني فئات كبيرة شنو كان سؤالك بما اني حكمت ايه الفئات تغريبا نفس الشيء كفئات تغريبا نفس الشيء لكن كرؤية كنظرة كالاتحاد بالتحكين يختلف حلو انا هاد اهني سؤالي سؤالي احنا خنتكلم عن مثلا اول شيء ايام الاتحاد القديم كل فئة بما ان احنا بالكويت فاحنا تهمنا الفئات الرجالية لنا ما عندنا يعني لاعبات يشاركون في الفئات النسائية طيب خنتكلم اول شيء عن الفيزيك بالنسبة حق الاتحاد القديم حلو شنو كانت المقومات المطلوبة في اللاعب عشان يكون خنقول ضمن التوب فايف انا ما انا نقول لي اخر اول شوف هي شوف هي المقومات تقريبا واحدة باختلاف اختلافات نوعا ما شوي تقدر تقول وسيطة مقومات لعبة كمال الاتسام كلعبة كاملة بكل فئاتها جمالية تناسق عضلي النشافة سلوب عرض على المسرح وانك تنافس لاخر على قولة تمرمق وانت واقف على المسرح بكل ثبات وقوة يفرق وياك انه اتحاد الاف بي بي الاليت ما زال يبي لعب الفيزيك ما يكون شايل عضلات بصورة كبيرة ما يكون ناشف نفس لعب البودي بلدنج للاخر ما يبي مثلا عضلات ظهر كبيرة ما يبي مثلا عضلة الكتف تكون وائد ماخذ راوند وكبيرة بالمقابل اتحاد البروليج الام في سي والبروليج حاليا يبي العضلات الكبيرة يبي الراوند بالشيج ما يبي لاعب بي بي بس هم ما يبي نفس فكرة اتحاد الاليت عرفت هذي شغلة الشغلة طبعا انا مخيف تروا انا قاعدة امشي الشغلة الثانية السبب هذا ترى من عمر كان موجود يعني اللي كانوا يشاركون ببطولات بذاك الوقت يبلل انفصال ما ادري اذا في احد مركز على الامر هذا ولا لا كان اللاعب عندنا الكبير لاعب الفيزيك اللي حجمه شوي كبير لما كان يشارك بارلند كلاسيك امريكا كان يفوز اتبهوا اياي اللاعب من ذاك الوقت لاعب الفيزيك لما ليكون في عضلات كبيرة ويشارك بارلند كلاسيك امريكا كان يفوز يرجع بعد ثلاثة يام يشارك ببطولة ثانية نفس الاتحاد ما كان ينمر ليش؟ لان حكام امريكا متبرمجين على تحكيم الام بي سي وفي امثلة كثيرة منهم يعني اذا يسمح لي اخوي الكبتن عبدالرزاق الياغوت وجه له تحية لعب ارود كلاسيك امريكا خذ الاول اتوقع فئتك اول اذا ما قابضني بعد ارود كلاسيك امريكا شهر اربع كانت عندنا بطولة بالكويت لعب طلع برا التوبتن ليش؟ لانه كان بذاك الوقت ما زلنا احنا كنا نيب حكام من الاف بي بي اليت نظرتهم تفرق عن نظرت حكام الام بي سي او كمبدأ عندهم اهمة ان اللاعب لازم ما يكون كبير وقيس على هذا وايد لاعبين في اللي يحضرني اساميهم وفي اللي ما تحضرني اساميهم فكرة اتحاد الاف بي بي الاساسية ان انا اللاعب ما لازم يكون كبير لاعب الفيزيك اذا فاز وخذ كرت الاحتراف بالاوفورول وراح المحترفين كيف خليه يكبر خليزيد بحجمه فكرة اتحاد الاف بي بي برو ليج والم بي سي يقولك ان اللاعب عشان ينافس مع المحترفين لازم يكون على الاقل قريب منهم صح ما انطر ما يصر افوز لاعب أنا ضعيف ما في عضلات وعشان ينتقل من فئة الهوات لفئة المحترفين ياخذنا بعد سنة سنتين يشيل عضلات عشان يبلش يشارك فهو اختلاف فكر اختلاف قانون هذا يشوف الشي بالطريقة هذه هذا يشوف الشي بالطريقة هذه هذا في رئيس حكام اهني في رئيس حكام اهني في مدرسة لتعليم اساليب التحكيم اهني في مدرسة ثانية لتعليم اساليب التحكيم وكل واحد على قولتهم فاتح له الخط اللي هو يبيه هذه بصورة موجزة بالنسبة حق الكلاسيك الكلاسيك مثل ماهو ما في فرق لازم يكون اتنين هم تغربين نفس الشي ايه 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 فئة الكلاسيك فئة مستحدثة كانت خلال السنوات اللي فاتت حالها حال فئة الفيزيك مستحدث فئة يقولك احنا قمنا نكبر وايد بالاحجام بالنسبة حق اللاعبين البودي بلدنج ومو كل لاعب يقدر يبني هالكم الكبير من العضلات هذي شغلة والشغلة الثانية ليس سموها كلاسيك بودي بلدنج يبي يرجعون حق الكلاسيك ايرا حق الحقبة الزمنية حقبة السبعينات حقبة فرانجزين وجماعته ان اللاعب لازم ما يكون وايد حجمه كبير اللاعب خسره صغير عضلاته ما تكون وايد بصورة متوحشة وكبيرة عرفت؟ فخلوا الفئة هذي وحدوها بطول ووزن فقام يصير اللاعب يروح ياخذون طولة وشوفون وزنه بقياسات محددة اهمة محددينها عرفت؟ ويشاركون عشان يظلون محافظين على shape اللاعب الكلاسيك او الـ Old Bodybuilding الـ Old School Bodybuilding ان ما تكون بهالأحجام الكبيرة اللي صارت نقول من نهاية الثمانينات بداية التسعينات في عالم المحترفين من دوريان ييتس او من ليهيني تقدر تقوله دوريان وانت ماشي تغيرت الفكرة تغيرت النظرة والنظرة هذي نفسها اللي تغيرت رجعنا احنا الحين من ثلاث اربع سنوات او من ثلاث سنوات هم ارجعت الفكرة انه مانا باللاعب يكون اوبرويت مانا باللاعب يكون وايد اوتوف شيب لانه وايد عضلات كبيرة مانا باللاعب عرفت فهمت علي؟ يعني قاعد يصير فيه نقدر نقول مثلا وعي ان زيادة الحجم العضلي ممكن يسبب اذى لصحة اللاعب الامور هذي عرفت فهي بين فترة وفترة قاعد تتغير بالنهاية كل اتحاد بالناس بأعضاء اللي هو ماسكي للاتحاد برؤساء حكامه يقعدون وتناقشون وعلى ضوء الامر هذا قاعد تتغير النظرة وبالنسبة حق البادي بلدنج هي هي نفس القوانة البادي بلدنج هي هي وانا قاعد يقولك بالضبط شنو احد الاسباب اللي خلت حتى الاتحادين نفسهم يرفضون فكرة الأوفر ويت الأوفر ويت يقولك اهم اسبابه انه قاعد يدمر المدسكشن عند اللاعبين لاني انا لما ازيد عضلات واشي الوزن فوق طاقتي شي طبيعي المدسكشن عندي راح يكبر فراح ندش بمرحلة البشاعة وهم يبون يظلون محافظين على جمالية لاعب كمال لاتسامح اللي هي حقبة نقول قلتلك من بداية التسعينات لبداية الألفين لو تلاحظون كل اللاعبين كانوا بذاك الوقت الأغلب بما فيهم روني كولمن جاي كاتلر وغيره 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 صار عندهم منطقة البطنة والمدسكشن قاعد تكبر زيادة انا قاعد يبلش اللاعب يبشع والشي هذا شفناه ليه في الهيث البطنه شون كبر عرفت؟ هذي شغلة الشغلة الثانية عندك انتخ اختلاف نصيب الخير حاكم الدولي صقر الدوسري هم كتب كلمة حلوة اختلاف بالتحكيم كان اتحاد الإيف بي بي الإليت آلية ترتيب اللاعبين على المسرح غير آلية انتقاء التوب تن أو التوب ففتين غير آلية انتقاء التوب فايف غير عدد الحكام كبير كان يخلون قدر المستطاع انه من كل حكم من كل دولة عفوا يحطون فيه حكم على الطاولة الأمر هذا لمميزاته ولمساوة في بعض الدول كنا نروح ما كان فيه حكام وايد من دول ثانية على سبيل المثال تقعد انت تحكم بروسيا تشوف اغلب الحكام روس تشوف الحكام اللي قاعدين كلهم يبنون يعطون ولد بلدهم الجمهور يصفق بس حق الروسي اللي فايز واحد ثاني فوس ما يصفق قول هذا الأمور احنا شفناها شفنا ناس مثلا ما تحكم بضمير شفنا فيه ناس وايد يمكن يقولك الحكام يقولك مثلا فيه خطأ بالتحكم فيه كذا انا ما انزه الحكام اه نعم الحكم بني آدم هو بني آدم وتفرق ويا النظرة سواء كانت سليمة ام صائبة وتفرق ويا اه هو كشخصة اذا هو انسان مش سوي يظلم الناس او يحط نتايج مخالفة ومغالطة تفرق 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 حلو انا تراك انطل لنا الصوت شوي قاك تفرق اوكي انه لما نقول مثل ما تفضلت انت جزء العلوي اطول من السفلي او العكس هذي يسموني يقولك او انه مثلا عضلاته تحت كبيرة فوق صغير او انه فوق صغير وايد او فوق كبير وايد وتحت صغير لا لا ابو علي ابو علي انا مو قصدي الحجم انت تقصد عن الطول ادري الجزء العلوي اطول من السفلي او العكس ايوا قاعد اقولك انا الامر هذا كطول اختلاف الجزء العلوي عن السفلي حجم العضلات فوق يفرق عن تحت والعكس تخيل الامر اللي انا سمعته يقولك انه يعني كامر اقدر سمي نقول فسيولوجي او مو فسيولوجي امر بخلقة اللاعب نفسي من رب العالمين لاحسن خلقتنا ساعات هيك لعب يقولك رأسه وايد عود يقولك يصير صار رأسه وايد كبير بمقارنة على مساحة شتفة يعني في امور واحد لو يتكلم فيها الناس ممكن تضحك يقولك شو دعوة يقولك انت لما دتي تعطي دبل باي خلفي دبل باي خلفي انا قاعد حكم قاعد احكم لك تعطي دبل باي خلفي ولا فويهك واغلب اللاعبين يسوونها يمكن اكثر واحد كان يسويها روني كولمن يقولك انت بالطريقة هذي قاعد تصير عرفت؟ يعني لازم 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 وايد امور تحتهم يعني مو بس الشغلات اللي انت فيك من الله ان مثلا جدعك العلوي اطول من السفلي واحد من اللاعبين 2-2 حاليا في اثنين بس واحد وايد واضح اتوقع اذا ما اخبر ظني السويسري نيكولاس نيكولاس السويسري نفس الشي جذع العلوي اطول من ريوله وهذا شي رباني يعني هذا ما بي اقول عيب خلفي الحمد لله رب العالمين على كل خلق لكن كشكل كشكل لاعب متوازن بالانس من فوق وتحت ما يعتبر في بالانس والشي هذا كان وياه من ايام ما كان ناشئ كنت حكم له عمره 22 انا حكمت لعمره 21 و23 سنة لين دخل العالم المحترفين وما زال الموضوع هذا وياه على انه قاعد يكبر لكن قاعد تشوف فيه ما زال فيه نفس الخلل هذا الخلل هو اللي يميز لاعب ثاني عنه لان انت بحكم ان انت لاعب ومدرب ابو عبدالله يفوز دائما اللي يفوز يقولك صاحب اقل اخطاء مو بس صاحب اقل اخطاء بالتجهيز صاحب اقل سلبيات ببنية اللاعب نفسه عرفت فيه ناس تقولك شون انت مثلا فلان هذا فاز مفروض هذا يفوز لا 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 هي الموضوع مو بس بالحجم العضلية الموضوع حتى بشكل الجمالية العضلية لكن الجمال شنو مشكلة الجمال ابو عبدالله الجمال العين تميزة في عين تميز الجمال في عين ما تميز الجمال في واحد يشوف هذا ما تكرت اخذ منه راي انك تقوله جميل في تفاوت برؤية الجمال في تفاوت باراء الحكام لكن بالنهاية الاجمل لازم يفوز مو بس صاحب اقل اخطاء الاجمل صاحب اقل اخطاء صاحب افضل هذا اللي قاعد يفوز عرفت شون؟ بس قبل اسأل السؤال يا اي يا اخوان اللي عنده اي سؤال انا قلتها اول اللايف ارد اكررها بس حزق الناس اللي توهم دي الشو اي سؤال حطه في البوكس اللي تحت لانه على ما نخلص يعني حوارنا الكومنتات لازم نصعد وننزل فراح يكون وايد لو اي سؤال عندك حطه في البوكس اللي تحت اللي عليها على مسترخام طيب او علي كم مرة محمد اشكناني طرد لاعب بالمسرح طرد؟ ايه ما طرد لا او شو ما طرد انا نبهت انا نبهت ممكن فيه لاعب احنا اذكره يا زهر الله خير الله يحفظ ايا حتى ما يحضرني اسمه يعني بعد بطولة بفترة طويلة قال لي انت حكمت لي بطولة ونبهتني انه اذا انا ما مشيت بطريقة العرض مع اللاعبين راح اطردك بره قال لي انت قلت لي مرة والثانية الثالثة قلت لي راح اطردك هل السوج راح تطردني؟ قلت لي ثالث مرة لو عائدة راح اطردك لان هذا هذا اسلوب اللعبة هذا طرقه التحكيم بس ان انا كطرد طرد ما اطرد يعني انا يمكن وايدي همني اللاعب على المسرح في كلمة انا كنت اقولها من عشر سنين اكثر كنت اقول انا اي لاعب يصعد المسرح بوجهة نظري وقرارة نفسي منوما كان من اي دولة كان من اي عرق كان من اي جنس كان هذا اللعب بطل ما يوصل اهنين ودفع رسوم سافر جهز تعب صرف الا وهو بطل لكن انه فهذا الشي هذا الشي اللي يخليني يخليني يكون وايه دقيق ان انا اتخذ قرار عشوائي او نقول قرار ممكن ما يكون عشوائي يكون سليم لكن انا عندي شوية هذا يحس ما بي اقول لك الحنية انا الحنية ما ادي شوية اي بالتحكيم لان اذا قلت لك الحنية يديش معي بالتحكيم يعني رح يأثر على قراراتي الحمد لله رب العالمين ما اثر على قراري اي اي شي من الامر هذا لكن بالنسبة لتعب اللاعب انا اي نوعا ما شوي اقدر تعب اللاعب وصارت معي من قبل وراعيت اكثر من اللاعب كنا برا لكويت كانت عندي بطولة كنت انا يعني انا ماسك فيها الهد كرئيس حكام واحد من اللاعبين كان تعبان وحاولت قدر المستطاع ان انا اعطيه المجال انا ما بيطيح اللاعب لان اذا طاح غالبا هو لازم يطلع برا المسرح وذكرني على قانون الـ فما بغيت ان اللاعب يطيح ما بغيت ان اللاعب يتعب كان اللاعب وايد زين وخامته قوية بالنهاية حاولت قدر المستطاع ان انا امهلة وابطء بالنداءات للأوضاع ومع ان اللاعب ما كان يعني كان اللاعب زين وقوي وبطل بس ما كان بذاك الـ وحصل يمكن مركز مش متقدم يعني خذا ثالث او رابع اتصدق الخير اللي سويته باللاعب هذا ووهو واقف على المسرح سبني عرفت فانت اللاعب بالنهاية سبني ووهو واقف على المسرح يعني شتمني ووهو واقف على المسرح لان حط بباله اني انا اللي مخسرة يعني تخيل انا مبطئ نداءات مبطئ نداءات ومبطئ اكثر من سبع ثمان كاتيجوريات وراه ناطرين يبوني يلعبون عشان اوهو لا يطيح يعني شوانا لأي درجة قاعد اراعي ما ابي يطيح على المسرح وينطرد خد المركز اللي هو مو عاجبة سبني على المسرح شتمني يعني حط بباله انه اوهو اللي يعني انه انا اللي انا مخسرة ارافت فما راح ترضي انت جميع اللاعبين يعني انت كحكم خنكون واقعيين للعشر سنوات اللي فاتت ما كان الحكم نزام محبوب وهذا كان خلل بالحكام نفسهم مع احترامي الشديد لهم منهم اللي انا تعلمت منهم ومنهم اللي انا زاملتهم وكلهم اخوان على عيني وراسي لكن هذا كان خلل في منظومة التحكيم انه كان الحكم ما يتكلم باللاعب ما يكلم اللاعب الحكم ما يشرح حق اللاعب خسر فاز بس قال انت ضعيف وهذاك افضل ما وصل ما كان يوصلون معلومة لللاعبين فضل من رب العالمين هنا بالكويت من دخلت انا سلك التحكيم كحكم دولي كأول حكم دولي كويتي حاولت اني انا ازرع السياسة هذي سياسة السياسة اللي انا لازم اكلم اللاعب لازم اشرح حق اللاعب يمكن انت تذكر ابو عبدالله كنا نسوي مثلا دورات صغيرة نجمع اللاعبين قبل البطولات كنت اقعد مع اللاعبين اشرح لهم شنو يسوي اللاعب تصعد المسرح ش تسوي حتى لقبل البطولة كنا نقعدوا اياهم بالنهاية بالنهاية من الحكم صدقني راح يرتاح نفسيا نطور من نفسه ويكمل اي نعم ما زال في بعض الحكام خصوصا ببرة الكويت نقول لها جانب اوروبا وامريكا ما زالوا متزمتين بالامر هذا يكلم اللاعب بنفسية يشوف انه اعلى من اللاعب يشوف ان اللاعب ما اعطيه وي ما زالت الامر هذا الموجود مدربها انا مدربها بالضبط فانا انا كسرت القاعدة هذي في وايد ناس يمكن كانوا يقولولي لا تفتح مجال مع اللاعبين تكلمهم وناس صال لهم عشر خمسة عشر عشرين سنة بالمجال كنت اقول لهم اللاعب اذا ما يتعلم من مدربة لازم يتعلم مني لان انا اللي قاعدة قيمة وانت قاعدة قيمة احنا كلنا قاعدة نقيم فهو ياخذ العلم من منه ياخذ الرؤية السليمة من منه ياخذ الرأي السديد من منه ياخذ مني أنا اللي بحكي أنا اللي بقيمة بالنهاية فلازم ياخذ مني انا لازم اخذ واعطي معاه لازم اتعلم شلون امتص غضب اللاعب لازم اعرف شلون اتفهم مع اللاعب سنة من السنين كنا ببطولة ببطولات تأخر وزد من اللوزان لسبب ما واللاعب انت عارف يا ابو عبدالله اللاعب لما يسخن ويبرد يسخن ويبرد خلاص ينتهي تنتهي عضلاتها يروح وبيصعد على المسرح فحاولت باسلوب فني مبسط اني انا عم تصغضب اللاعبين حتى اللي قاعد يصارخون ويخلطون حاولت اني انا عم تصغضبهم اني انا اكلمهم اهديهم خصوصا انت لما تشعرك بطولات ومع ناس منك وفيك عرب تعارف شلون تتفاهموا اياهم هذا اللي صارخ وهذا اللي يقول قلت له من عيوني تامر اللي تبيه يصير لازم تعطيرنا وقتا قاعد يصارخ علي مع ان انا اقدر اقول له لو اسمحت لابرة وانا اقول له حاضر ولا يهمك راح اعطيك الوقت اللي انت تسخن فيه راح اعطيك المجال لين هدوا وكلهم اللي لعبوا هالوزن هذا وصعده واللي فاز واللي خسر واللي توفق واللي ما توفق كلهم اطلعوا وسلموا وحبيني وحبوني لازم توصل هالمرحلة هذي نعم انا في موقع اني انا اقيمك لما الاقعد على الطاولة لما الاقعد على الطاولة انا ما اعرف اسلمان التركيت اعرف اسلمان التركيت بالاسم اقرأ اسمه اعرف اسلمان التركيت اسلمان ما اعرفه وانت تدري وانت تدري والله العظيم سليمان التركيت انا ما اعرفه سليمان التركيت ورا الطاولة يعني قبل ما تبلش البطولة اطلع واشرب وياك قهوة بس اندخلت مرة تانية داخل ما اعرفك سلام ورحمة الله لما الارجع لما الارجع داخل ما اعرفك لان هذا الوقت المكان هذا اني انا اقيمك انت حالك حلباج اللاعبين صح وفي اignon رب العالمين وعبدالله انت وغيرك من اللاعبين الكويتين واغلب اللاعبين الكويتين اللهم لك الحمد ادعت وحكمت لهم وغيرها ما اذكر اني انا يعني تأثرت بنسبة واحد من عشرة لا على اللاعبين الكويتين ولا على الربي ولا على اللاعبين الربع ولا غيره ولا تأثرت باللاعبيني انا اصلا وفيه ناس غايدين يكلم يقولك انت شون حكم انت شون حكم وعندك لاعبين مو بس أنا الحكم اللي عندي لاعبين أنا الحكم اللي براس مرفوع أقول لك عندي لاعب على المسطح أنا ما أنزل لاعب وسوي نفسي ما أعرفه وأعطي درجة وخلي ربعي يعطونه لا لا أنا براس مرفوع أقول لك هذا لاعبي وبراس مرفوع إذا هو ثالث ورابع أنا أسكه ثالث ورابع وكل لعبيني يدرون هذه الشجاعة هذه بالنسبة لي أنا اعتبرها شجاعة أنا واثق من نفسي لا تبوق لا تخاف 90% من الحكام اللي أنا اشتغلت معهم عندهم بدل اللاعب 5 على المسطح لكن ما يقول لك ليش وانت قاعدوا يعطاولي حاتشيك هني أنت تدري بنية الحكام هذا هني أنت تدري مثلا بنية اللاعب والمدرب اللي يرافجك اللي يرافجك قبل البطولة بربع ساعات ويعزمك ويروح بالقهوة وسلم عليك وهلا بالعود وحب راسك هذا نيت عرف نيت عرف لكن لما لأييك أقول لك أنا حكم وعندي لاعب على المسرح وهذا اللاعب على المسرح لا تبوق لا تخاف ما رح أهتم مع احترامي ما رح أهتم لأي شخص رح يقول لي أنت عندك لاعبين وقاعد تحكمي عندي لاعبين وقاعد حكم حالي حال كل اللي قاعدين لكن خلك نظيف وصافي بينك وبين ربك رح تحط النتيجة اللي ترضي رب العالمين بالنهاية وما تحرم اللاعب هذا من تعبس طيب وعلي شنو الأسباب اللي تخلي اللاعب ينطرت بره المسرح يعني اللي يخلي مثلا رئيس الحكام يقول لي بره اللي يخلي رئيس الحكام يقول لي بره شديزين أنا واضح بحاولة ثبت التلفون بمكاني أقدر لأنا تعبت وانا حوس مخيف تر وايد أمور تطرد اللاعب طلة أدب اللاعب على المسرح عدم انصياعة لأوامر رئيس الحكام اللي قاعد يدير المسرح عدم انصياعة لأوامر حكم المسرح احتكاكا مع لاعب على المسرح انت قاعد تقصد كطرد طرد سوء سلوك وعندك نقطة مهمة يختلف فيها الأمر لأنه أمر تقديري وتوني تكلمت فيه اللي هو الاستبعاد أمر تقديري ويختلف فيه حاليا اتحادين وايد الفترة اللي فاتت قاعد تسمعه يعني وايد قاعد تسمع ناس تتكلم بالموضوع هذا انه لاعب طاح انطرد لاعب طاح ما انطرد حبيبي طول لي عمرك اتحاد الاليت لاعب يتعب على المسرح رئيس الحكام يقدر الأمر تقديري بكلامه معه الحكم اللي على المسرح بحالة اللاعب اذا تعب شوي زيادة او اغماء او طاح او فرد فيه الدنيا وطاح كان الأمر تقديري لوقت من الأوقات 2011 صار مو بس من المسرح صار حتى من الميزان لاعب اللاعب خلا اقولك شاء الله الله يرحمه برحمته الله يرحمه برحمته لاعب خلوق لاعب المنتخب السوري محمود الحديدي رحمة الله عليه توفى من تسع سنوات توفى من تسع سنوات بميزان بطولة العالم شاب عمره الزهور عمره 28 سنة وعنده بنت هذا اللي كنت عارفه توفى بالميزان لأنه كان تعبان وسلوب سلوب نزال الوزن كان خاطئ ما بيدخل بهاللاين المهم اللاعب تعب وطاح بالميزان خذوا ودوا المستشفى حاشته جلطة قلبية توفى من اللحظة هذي صار أي لاعب يدخل المسرح عفوا يدخل الميزان تعبان مو قادر يمشي لأنه منزل وزنه يقول له طبرة يقولوا له إذا مادش تمشي عادي مرتاح ما نوزنك ما أنا بنعيد موضوع محمود الحديدي أنا مسكت ميزان بطولات دولية من 2013 لليوم وإنتا تدري سنة 2012 2013 2014 2015 2016 2017 كم بطولة أنا سافرتها يا أبو عبد الله وكم ميزان أنا وقفت فيه معه أخونا الحاكم الدولي صقر الدوسري وباج الحكام العرب الله يحفظهم كان كل مرة عليكم السلام رحمة الله كان كل مرة كل مرة لاعب يدخل تعبان يقولون ما أنا بنعيد موضوع محمود الحديدي برض هذه شغلة فهي بالأساس سياسة تقديرية للحكم حبيبي هي بالأساس سياسة تقديرية للحكم أو لرئيس الحكام اللي ماسك الطاولة اللي قاعد يديرها بذكر حادثتين لأن الكلام وايد زاد عليهم وايد قمت أسمع ناس مع احترامي الشديد وتقديري لهم من وما كانوا لكن قمت أسمع كلام كل واحد قاعد يتكلم بمزاجه أو برؤيته أو بنظرته اللعب مصطفى نسيم شارك بوطولة الكويت طاح على المسرح واستبعد الحكام آيف بي بي إليت علي جعفر عالم المحترفين فئة المحترفين رجع على المسرح ما طاح رجع على المسرح لم يستبعد كلمة واحدة أقول لك إياها سياسة تقديرية للحكم هذا واحد اثنين بالآيف بي بي إليت أنت شارك بو عبد الله بطولات تشرب ماي على المسرح بو علي مو تشرب ماي أنا أذكر موقف إذا تذكر في أرنولد مدريد 2013 أو 2014 ما أذكر 13 13 صح لأن اللاعب نفسه اللي بتكلم عنه شارك بالمغرب في بطولة العالم وخده الثالث كان بوزني بوزني الثقيل دش الستيج حاط دريم تان يستبع كان لعب إيراني يستبع باول قال لأول شي تطلع بره تمسح التان والدش طلع هو الضاه تمسح ولا لا ما أدري بس يوم دش ما كلمة كلمة ثانية قال لأ بره المسرح بره مالك دش هو هو بالنهاية هذا قانون الحين حتى للدريم تان بالنسبة حق البطولات بالنسبة حق البطولات الهين مع اتحاد البروليج والم في سي حمل الدريم تان ممنوع عرفت لكن تظل سياسة تقديرية يعني أحد البطولات أنا سافرت لها بطولة في دولة فقيرة اللاعبين اللي كانوا فيها ناس وايد بسطة كانوا أغلبهم حاطين لدريم تان حاولنا قدر المستطاع أن الرئيس الحكام حاول قدر المستطاع أنه هو يوفر لهم البروتان أو الجن تان اللي هو الرش ما قدر فافطررنا شنو يخليهم بس يمسحون جزء كبير من لدريم تان وخلاهم يشاركون تقديريا منه هو رئيس الحكام مو الحبيب هذا اللي مقلد منك عبد الله الاعتابي وقاعد يكتب لا لا بس أعطيت حتى اللي تواب مسوي فيك أكاونت أسكر سويت لا يعني انت تاديش المشكلة هو توج كاتب في أحد الأخوان الله يحفظهم كاتب لو تبي أرسلك قانون حكم ما أبيك ترسلي قانون أنا قاعد أكلمك وأنا رئيس حكام آسيا لمدة سنتين قبل ما ينفصل الاتحاد عن الاتحاد مو أنا أزحت من منصبي أنا رئيس حكام آسيا يا عزيزي فمو أنت تعلمني القانون ولا أنت تشرح لي القانون لأن ما مسكت أنا منصب مثل هالمنصب هذا إلا من الاتحاد الدولي نفسه فأنا أعلمك وأعلم كل من على شاكلتك يا عزيزي طبعا الكلام موجه حق الأخ التافة تفضل أبو عبد الله وآسف في ناس ما أودك أنك أنت ترد في ناس بس لازم ترد عليه بأسلوبه أنا سويت لبلوك رد علق شون عادي يغير اسمك كيف يزيد نقطة يحطك لا يا عزيزي ما أتعلمني ولا أتعلمني شلون أطبقه وصددقني أنا بو علي بو علي أقاطك بس خل على جنب هذا ما بي أشوفه أي ما بي أشوفه ما بي أشوفه كمل خلس معك لا تسناقص مع أي واحد بالتعليقات أي صح صح لأن أنا أنا مش قلت يواقف برا واقف برا والحر ذابحني والحبيب هذا لا لا الأسئلة موجودة بالبوكس أنا أرد أكرر يا جماعة اللي عنده سؤال يتزع لبوكس الأسئلة وراح نجاوب كل الأسئلة إن شاء الله أنا كنت حاد سؤال حق موضوع علي جافر بس أنت سبقتني وقلت إن زين شفت اللاعب اللي قلت لك عنه على المسرح وحاولت وعطيته مجال لأنه ما يطيح كنت أقدر أنا بسلطتي بذاك الوقت أمشي بالأوضاع وبالبوزات بأسلوب طبيعي وخلي يطيح واستبعده لكن في قانون في روح القانون هذا الأمر يحدده يحدده رئيس الحكام اللي قاعد مو أنا مو أنت مو اللي قاعدين بالبيت مو اللي قاعد آخر سطرة بالمسرح لا 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 هذه سلطة منوطة لرئيس الحكام فقط لا غير نزين بو علي أنا أبي تعليقك على موضوع يعني ملاحظ بس خلصي الكياب بساطة ونت أعلق عليه قل لي ما قبل 2016 ما كان في عندنا هل تكلم بالكويت أو الميدل إيست عشان ما أجمع الكل هنقول بالكويت ما كان في أي اعتراض على أي مركز في أولمبيا سواء بالـ 2-1-2 أو في ما كان أحد يطلع بالميديا ويقول هذا مظلم وهذا يستاهل وهذا كذا من بعد 2016 2016 2017 صار وايد فيه اعتراض على موضوع عضو المبليس أنا بعرف هذا لحظة أنا هذا عند كم مرة ما أعطيش اسمها نزل على ما أنت تسكي بلوك هل أخذي بس بطل ما لأنه ريجي نشوف من الحط لحظة ثواني لحظة ثواني أبو عبد الله يوصل 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 أبو عبد الله اسلم اسمني دقيقة نلاحظ 16 17 صار وايد وايد كلام على تحكيم أولمبيا 18 ما كان في وايد حيث 19 رد وبقوة حلو أنا أقول لك شاء الله أنا قصدي بس اللي بقول إن اللي تكلموا مو مضبوط مو مضبوط خلعنا أصيغلك إياها بشكل ببساطة على قولتهم لما أحمد أشكناني خد فضية فضية ما يتكلموا عن أشكناني إنما يستحق لما تراجع أشكناني بالمركز صار ما يهم الموضوع إلى إن صار 2019 قالوا التحكيم مضبوط السؤال هني الحين اللجنة هي حق الانتو وحق الأغن إيا 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 عدل صح ف يعني هلو ما هني رح يخوروني وهني ما رح يخوروني ملع طيب شنو تعليقك على هذا شو خالق لك شغلة أولا إن الناس كانت ما تعلق وقامت تتعلق هذا شيء حلو إن البني آدم أو الإنسان في كل مجالات حياته اللي هو يحبها يطور ويثقف من نفسه فشيء جميل إنك أنت تبلش تسمعها رأي ديدة وأصواتي ديدة بالعكس هذا شيء حلو إن كل واحد يعبر عن رأيه لكن من أي يعبر عن رأي أنا وأنا مو مستند على قوانين دقيقة بس دقيقة أبو علي دقيقة أبو علي شباب والله يعطيكم العافية نشكر حبكم ولكن الله يرضى عليكم لاحد يسيب في الكومنت هذا الحساب وايد محترم وهذا الحساب منظومة فسواء أنت كنت رفيجي أو مو رفيجي الله يرضى عليك لا تسيب في الكومنتات توضل أبو علي أو سكر الكومنتات أبو عبدالله وبعدين نفتحها ونشوف الأسئلة أخاف إذا سكرتها ما تصير فيه الأسئلة لا لا تصير إن شاء الله نعطي مجال نخلص نحن نعطي مجال بس حق الموضوع اللي قال صور طفيته طفيته أوكي اللي عنده سؤال يا أخوان ادزه في البوكس طفينا الكومنتات إسلام من جال سالة أقول لك شي حلو أن الواحد يبلش يتطور يعني الرياضة شون تتطور مو بس أني أنا مدرب زين وعندي لاعب زين لا لازم الإعلام يكون زين الميديا تكون زينة الأفكار الناقدين أو النقاد هني أنت تبلش تتطور تعدل من أخطائك وتطور من نفسك لكن لما الميديا والنقاد يوظفون لشن حرب على والجيرانهم هذه مشكلة عرفت يعني 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 وائد مثلا أبطان ما بيأذكر أسامي عشان لاحد يزعل مني لأن أنا جدا ربي لك الحمد علاقتي مع الجميع زينة حتى لو عندي اثنين أخوان ربع ربع هذا رفيجي وهذا رفيجي هيتها وشون رح تطور علاقتي فيهم واثنين هم زينة لأن بالنهاية واحد فيهم رح يكتشف أنه هو المخطئ فما بيأذكر أسامي لكن شل مشكلة مشكلة أن أني أنا أوظف أوظف فكري وثقافتي أني أحارب نفسي ولما أقول أنا أحارب نفسي يعني أنا أحارب الديرتي أنا أحارب أخوي أحارب الأمي أحارب الجيران هذه المشكلة هي المشكلة في الحرب يعني بالنسبة حق أحمد أشكناني و2019 براندن براندن لو مدربة غسال السياير اللي عندنا بالفريج مو مدرب عالمي لو غسال السياير بالفريج هو مدرب براندن كان الكل مستانس بس شلون واحد مني وفيني مدرب اللاعب هذا وفز أحمد أشكناني أنت اليوم عندك اللاعب الوحيد اللي قاعد يشارك بأولمبيا وحاطلك علم الكويت أحمد أشكناني لليوم وإن شاء الله 20 و21 ولين الله يعطينا طويلة العمر وصحة وعافية ونشوف مكان أحمد أشكناني أحسن من أحمد أشكناني ألف واحد بكل الفئات ناهي كنا عندنا بالبطولتين اللي فاته واللي شارك عندنا عبدالله الصيرفي وشارك عندنا عبدالله السعيد في فئة الفيزيك والكلسيك فيزيك لكن أنا قاعد أتكلم عن واحد سنوياً قاعد يصعد على مسرح أولمبيا بعلم الكويت بمشارك في اسم الكويت أحمد أشكناني بالتوفا أقول لك شاء الله أنا لو على عداوة بأحمد أشكناني مفروض أستانس له بعدين خلنكم واقعين راح أدعمها عندنا عندنا إحنا وايد رياضات وايد ناس إحنا قاعد ندعمهم منهم بطلنا بالرماية منهم بطل الرماية عندنا ذكرني باسمه وكان عقيد وعميد المطيري عندنا بطل بالمبارزة أنت يا طارق القلاف مبارزة ذوي احتياجات خاصة عندنا كانوا أبطال بالتنس واحد من عيان الغريب الله يتكرى بالخير يا أخي أنا أفتخر الموسوي وغيره وعندنا أبو شهري يلعب ألعاب قتالية وغيره يا عزيزي إحنا نفخر بكل كويتي يرفع علم البلد لو أني أنا بوجه لنقد أوجه لأهوى نقد ما أطلع حرب على العلن وأكشف عن سوء ما في داخلي تجاهه يعني إحنا خنو خنو شوية نوعه ونوقف أني أنا لازم أدعم أنا ما قلت لك أدعم عمياني أنا ما قلت لك حبة ولا قلت لك روح تزوج بنتك ولا قلت لك زوجة بنتك يا أخي لا تحاربه أنت أنت مش مقتنع فيه لا تحاربه لأنه بالنهاية هو واجهة لبلدك وواجهة زينا اللهم لك الحمد فأنت ليش تفرح بخسارته هذه شغلة أغلب الناس اللي كانوا عندنا بالكويت يكنون خنقول ما نقول كر نقول ما يحبون اللاعبين الإيرانيين صاروا كلهم يحبونهم قاموا يطلعوا لهم فيز شنو معنات قاموا ينادي بيحب قاموا ينادي بيحب اللاعب الفلاني ليش عشان يفوز على الكويت يعني هو الموضوع أنه قاعديني فقط لا غير وما في ما في ما في منطقية بالموضوع ما يصرع سليمان أنا عشرين سنة كرة هيك باطر أحبك أي ما يصير صح إلا أن على قولتهم شون يقولون عدو عدوي رفيجي عدو عدوي رفيجي بس لا عدو عدو عدوي رفيجي ما يصير حبيب عدوي عدوي أو حبيب عدوي عدوي اللي يكون فإحنا هذا اللي قاعد نتكلم عنه عطني رأيك وأسمعه أغلب اللاعبين اللي كانوا هنا بالبطولات شاركوا بالكويت وفي منهم مثلا اللي ما حصل للمركز اللي يستحقك في منهم يمكن شاف إنه ونظلم كل واحد فيهم كلمني ما في ولا واحد فيهم أنا ما رديت عليه أو عطيته سبب الخسارة أو سبب عدم حصوله على المركز المستحق إحنا نتكلم ونقول ونقول إيه اللاعب هذا المفروض كان ينفوز تبتقولي ليش ما فاز أقولك لأن فيه من خمس إلى 11 حكم قاعدين وهم اللي قاعد يقيمون مو أنا يا عزيزي أنا أطلع بره أسافر ويصير عندي لاعب مو أسافر بره أنا بالكويت وما أحكم ويقولولي أنت أحكم شون عندك لاعبين شون السبب اللي أنت ما أتحكم بالكويت عشان أطلع من الليلة هذي بس عشان أريح بالي عشان لحد يقولي ترى سليمان تركيت رفيجك حكمت لك عفوا وعلي إحنا بره لكويت إحنا بره لكويت أنت تحكم كانت أيام الهوات لما أتي الفئة مالتي تقوم ما تحكم لي أنا قلت حقد يا سليمان يا أبو عبد الله الناس ما تدري أنت خلال السنين اللي فاتت هذي شونه قاعد تسوي أنا ماني مجبر أني أنا أطلع أعطيك سيفي كل بطولة أنا سافرت لها ورحت ورجعت أنا إذا سويت شيء زين فسويت لشخص دره وشكر مشكور دره ونكر هم مشكور ما دره رأسه سالم إحنا لمنين سوي شيء زين ونخدم فيه اللعب ونخدم فيه اللاعبين أنا ما قاعد أي وأتكلم فيه وأقولك ترى أنا سويت شذي عشان شذي أنا كذا عشان كذا بالكويت أنا ما أحكم أنا بالكويت حكمت كتحكيم 2012 بطولة مستر أولمبيا للهوات ثاني نسخة اللي بطولة مستر أولمبيا هوات الأولى كانت بلندن 2011 الثانية أو بداية 2012 نهاية 2012 كانت بالكويت عندنا هنا اضطريت أن يحكم لأنه كان لازم حكم من الكويت يحكم فيه عليكم السلام ورحمة الله وبطولة 2016 المحترفين البيك بويز كانوا عندنا بالكويت اللي هو ديكستر ورامي وشرودن ورولي ونيتن المجموعة هذي هذي حكمتها لأنه ما كان في أحد يحكم محترفين إلا العبد الفقير يلا الله فاضطريت أني أقعد أحكم غير شذي يا أبو عبد الله الكل شايف أني أنا ترى بطولات لكويت بطولة ألبس لبس التحكيم بطولة تلاقيين لابس تيشيرت وجينز بطولة وفوق هذا وذاك أنا قاعد ينزلوا عندي لاعبين قاعد يطلعون وقاعد ينزلون عندي لاعبين وقاعدين يفوزون هذا الأمر اللي خليني أنا ما أحكم بالكويت عشان أريح راسي لأن أنا يا سليمان ما رح أقنع مجتمع كامل أن أنا اللي قاعد أسوي صح ولا رح أقنع مجتمع كامل أنه فكرته خاطأ تجاهي يسلم راسه يسلم راسه بالنهاية أنا قاعد أريح راسي وبالنهاية أنا قاعد أقدم شي واثق باللي قاعد أسوي وحطلع بين عيوني فلحد يزايد لحد يزايد لأن 90% من اللي قاعدين يسولفون عن التحكيم خارج نطاق التحكيم 90% من اللي قاعد يسولفون عن التحكيم أقسم بالله العظيم لا يفقه مع احترامي الشديد وكلهم على عيني وراسي لكن مو ضروري أطبلك وأقولك أنت تفهم بالتحكيم عشان أصير أنا خوش ريال لا أنت تفهم بالتحكيم مثل ما أنا ما أفهم كرة القدم عطل خباز خبزة عطل خباز خبزة بالنهاية يا رجل أنا اليوم أنا معلم تربية بدنيا هل أفهم ودرست كل 90% من الألعاب الرياضية هل معناته أن ألعب كرة أصير ميسي ألعب سلة جوردن ألعب يد أصير علي مراد وسويلم ألعب عبد القدوس ما هيصير ألعب تنس نفس الغريب أسوق السيارة ما يكون شو ما آخر ما يصير أنا أفهم كل شي يا جماعة حلو أنه أنت تكون عندك ثقافة والثقافة شي الثقافة شي والعلم شي هذه أساسيات مبادئ التعليم الثقافة شي والعلم شي الثقافة أن تعلم شي عن كل شي العلم أن تعرف كل شي عن شي بالكويت صاير يعلم كل شي عن كل شي يا رجل ما يصير ما يصير ليش أغلب اللاعبين أغلب اللاعبين اللي قاية شاركوا بالبطولات بالكويت وأنا قاعد أحق وقت من نفسي وقتي أنا وقت راحتي وقت تمريني وقت عيالي وقت شغلي كم لاعب على لاعب يا أسليمان أنت تعرفهم أو سمعت عنهم قبل بطولة الكويت ييون أخذ أطوالهم اللي ياخذ طولة صبح اللي ياخذ طولة صبح ليل اللي ياخذ طولة مرتين ثلاث كم واحد ليش قاعد أساوي تلي تدري ليش ليش عشان لما ييني يوم المسرح شو يقول لي يوم الميزان يقول لي أنا أدري طولي 170 أقول له لأ وكلهم أنبههم أقولهم يا جماعة أنا هذا الجهاز اللي أقيس عليه الله يرحم والديك تعال قيس طولك عشان لا تتعب يوم المسرح تضطر أنك أنت تغير الفئة ولا تنزل وزنك قاعد تلعب كلاسيك فيزيك ولا غيرك تعال أنا أقيسك شنو تبي أنت أنا أقدم لك خدمة أكثر من تذي أنا ما أنا ملزم فيك روح قيس إن شاب صيدلية روح قيس ببيتكم روح قيس بأي أي مكان تبي وتعالي يوم البطولة راح حط الميزان على راسك راح يطلع الطولة مؤهوة راح أقول لك ديش الفئة غيرها مثل ما الكل بكل بطولات العالم قاعد يسوون الشيء هذا لكن شنو عسل على قلوبهم صح الله هني تتأخر ثلاث دقايق على ميزان ولا على دخلة لاعبين اللاعب يتنرفز وحار وتعبنة وبره يا سليمان انت شايف يوقف لاين في أربعمية خمسمية واحد من الساعة ثمان الصبح يوزن الساعة 11.30 وعسل على قلبه جميل يا والله لا والحكم والحكم يعاملت إنك يعامل طوفي صح ما يبتسم بيها هذا لقى أن نتكلم عنا يعني إحنا قاعد نقدم اللهم ألك الحمد قاعد نقدم وقاعد نساعد وقاعد نبسط الأمور بعدين مع احترامي الشديد منو كان يسولف بالتحكيم قبل عشر سنوات 98 أو 99% من اللي قاعد يتكلمهم بالتحكيم قبل عشر سنوات ما بيأحلف ما يعرف الدام بالملبار زي إن إحنا قضينا عمرنا باللعبة إحنا شاركنا إحنا تعبنا إنت الإمدلتي تقال تقولي يعني الأخ الفاضل اللي قبله شوي قاعد يعلق وغيره 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 يقول لي مثلا أنت تتكلم من كيفك أنت أقول لي يا عزيزي أنا ما شاركت ببطولة ببطولتين أنا ما حكمت هوات ومحترفين أنا ما مسكت ميزان واثنين لا يا عزيزي أنا ضيعت عشر سنوات من عمري أتعلم وأوصل معلومات حق اللاعبين منو كان يعرف لعبة الفيزيك بالكويت منو كان يوقف يعلم اللاعبين شلون يوقفون للفيزيك منو كان يسوي محاضرات منو كان يسوي دورات منو كان يشرح التحكيم منو عطاك مجال أنك أنت تناقش حكم هذا كل لحنا سويناه مو أنا إحنا لأنه أنا وعندي أكثر من أخ ناس وقفوا على يميني وساعدوني وساندوني واشتغلوا معاي وسووا وحطوا وغيرهم والأسماء كثيرة صقر الدوسري مهاني أبول هشام بوحمد يوسف القلاف منو بعد أحمد النقي فوقت من الأوقات كان حكم وهيد ناس اشتغلت وتعبت عشان توصلك المعلومة وتقول لك دير بالك ترى لما تروح تلعب أرض كلاسيك أمريكا إذا أنت حجمك عود لا تحاتي راح تفوز من اللي كان يدري من اللي كان يدري عن خبايا أوراق التحكيم من اللي كان يدري ورقة التحكيم وشون تنحط فيها نتائج من اللي كان يدري نحن اليوم هذا صار الأمر صار الأمر على بساط أحمدي يا عزيزي ما حد كان يعرف الستة اللي على المسرح هذيلي منه أول منه ثاني منه ثالث من اللي يفهمكم وقال لكم أن هذا يصير أول هذا ثاني هذا ثالث هذه بسيجة هذا إجراءات هذه طريقة صفة اللاعبين تعطي نتيجة نهاية بالشكل هذا أي نعم تختلف من البروليغ للإليت لكن بحكم خبرة وشغل سنين قمنا نستنبط أنه إيه لا منه اللي كان يقول حق اللاعبين لا تشارك بالبطولة الفلانية أنت بتسافر على حسابك بتصرف ما رح تفوز لأن الوضع هناك كذا 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 منه أرجع وأقول 2011 يوم رحنا شاركنا أرض كلاسيك مدريد كانت أول نسخة بطولة أرض كلاسيك خارج أمريكا شاركنا فيها ثلاث لاعبين أحمد عسكر أحمد أشكراني حمد الشطي اللي قاعدين يتكلمون الحين وين كنتو أي نعم لكل زمان دولة ورجال لكن أوعى أوعى أنك أنت تضرب أي أحد اشتغل باللعبة مثل ما أنا أتكلم عن شخصي أحترم كل لاعب وكل مدرب وكل شخص شارك في مجال التحكيم كل شخص خدم اللعبة هذي من قبل ما أنولد لليوم مثل ما أنا أحترمه للحق أنك أنت تحترمني وتحترم شغلي صح لا تتيني تعلمني شغلي ما يصير سليمان أنا اليوم أي أكلمك أكلمك عن الكيو سي وتتحكيني عن التربية هذا شغلي وهذا شغلك أنت أنت مختص بالتدريب كيفك أنت مختص بالتغذية كيفك أنت مختص بالقواري كيفك لا تخلط المواضيع ولا تصير عالم مثقف خليك يا مثقف يا عالم هذي بالك هذي بالك هذي بالك وعلي خلنا أخرج سي لا لا أنا شوي أنا لما أتكلم درجة الحرارة يمكن أربعين الحين عشان نسيدي شوي يمكن خذاني الحماس بالكلام بس والله مرتاح مرتاح لا تحارف ما رح نطوب طبعا في أسئلة أنا ما رحضت لأن أنت جوابت عليها بالكلام اللي قبل شوي سؤال من أخونا الكبير غضل جاباندي شن البطولات اللي تأهلك مستر أولمبي عشان ليس يعرف يستفيد كل سنة ينزل جدول بطولات أي أولمبي للهوات أتأهل عفوا 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 البطولات اللي تأهلك مستر أولمبي هي بطولات المحترفين يعني أنت بطل انت مثلا تلعب في قام وتلعب في قام وتلعب في قام البادي بيلدينج الفئتين هذين أي فوز ببطولة محترفين فيهم المركز الأول تروح دايركت على أولمبيا من الثاني ونازل تبلش تجمع نقاط كل بطولة ولها نقاط في بطولة ثاني سبع نقاط في بطولة ثاني تسع نقاط في بطولة ثاني ثلاث نقاط تجمع نقاط صاحب أعلى نقاط ينضم حق الفائزين ببطولات المحترفين على ستيج أولمبيا بالنسبة حق الفيزيك لأنه في عدد معين من البطولات يعني بطولات إذا صارت أقل من 25-25 الفوز يأهل أقل من 20 أتوقع فوق 20-25 بطولة لازم تجمع نقاط حتى لو تفوز بطولة بطولتين محترفين لازم تفوز لك بطولة بطولتين محترفين عشان تضمن تأهلك حق أولمبيا هذي شغلة شغلة ثانية التوب 5 من كل فئة التوب 5 من كل فئة يتأهل دايركت حق أولمبيا السنة اللي وراها لو ما يشارك أي بطولة محترفين التوب 5 من أولمبيا التوب 5 من أولمبيا يتأهل أولمبيا دايركت السنة اللي وراها لو ما يشارك أي بطولة ثانية أهم صدق بروف علي وآيدة سيلا عنده هلك اللاعب يحق له أن يشارك في بطولة البروليج اللي عنده كرت الاحتراف اللي فاز ببطل أبطال بطولة هوات وخده كرت احتراف نعم يشارك بأي بطولة محترفين بالبروليج يقدم كتاب يدز إيميل يدز إيميل يردون عليه كبتن أحمد أنا محمد لو أنا ما كنت لاعب عندك عادي تساعدني وتوجهني وتشيك على جسمي تقدر توجه السؤال هذا حق لاعبين الكويت كلهم ربي لك الحمد ما قصرت على أحد ولا عمري قلت حق واحد لا ما راح أشوفك حياك بأي وقت بالمكان اللي أنا فيه تقرى تكلمني خاص ترجع الأمور على ما هي عليه وإن شاء الله ما تشوف إلا لي سرك هل هناك اخطاء تحصل عن التحكيم ستعدد الفئات في حكام يتأثرون في حكام يتعب في حكام يتعب لمن يصير الوزن في وايد لاعبين في حكام يتعب من وايد فئات هذه قدرات هذا بالنهاية قدرات فروقات فردية في حكام يتعبون وفي حكام ما يتعبون في حكام يخونهم التعبير في حكام ما يخونهم في حكام يتأخر بتسليم ورقة النتائج حق رئيس الحكام تلغى نتيجته هم هذا يأثر عليك تبي تقول لي ليش يحطون حكام أقول لك كل بطولة ثق بالله اللاين اللي هم حاطينه هو هذا أقصى شيء قادرين يوفرونه ويشاركون فيه هل هناك أخطاء تحصل أوك أعطني سؤالي بعده لا أنت جاوبت على علي جعفر سؤال هذا لك سيحكا ما يحطون سلبيات على اللاعب السيء وبينونك الضعفة من كل حكام عشان ما يصير ظلم هذا أسلوب التحكيم طريقة التحكيم هو تحكيم علني يوصل حق رئيس الحكام ينفرد يجمع تطلع النتائج اللاعب الحريص هو اللي يروح حق حكم واثنين وثلاث يثق فيهم ياخذ راية ياخذ رايهم فقط لا غير وهالأمر هذا هنا بالكويت اللهم لك الحمد وبكل مكان أكون فيه إذا الله أعطاننا عمرو صحة وعافية راح تلاقيني راح أجاوبك عمرو ما تهربت من سؤالي عبدالله السعيد مستعيل لحظة هنا كارل خليفة عن نادي بعدين تصير بطلة كويتش لسك مستعيل حيل طبعا ترا هو تازميسج يعني كلها كلام طيب بس أنا ما راه حطه والله يا حفظة ولاعب خلوق وأخ عزيز وغالي ما في أهم شوف ما في أسيري ما في أهم النقاط اللي ركز عليها الحكم اللاعب هو اللي يسحب عين الحكم بالبداية أولا قلنا الجمالية التناسق الكندشن النشافة شلون يوقف ويعرض عضلاته فقط لا غير لما ليه واحد يفوز عليك 90% هو أجمل منك أو أكمل أو أفضل بطريقة العرض وبالوقفة يعني في مقومات نرجع ونقول يصير في أخطاء يصير في أخطاء بس مستحيل واحد أول يطلع ممكن ثاني ثالث ممكن أول ثاني متقاربين حيل غير شذي لا ليش الحكام بالفزيق يركزون على الظهر هذا باتحاد الـ يابون عضلات ظهر يابون ضراعات يابون أكتاف مو لاعب بادي بلدينج بس قلنا يابون اللاعب في عضلات غير عن اتحاد الإليت هل عندي خطة مستقبلية إن شامعة هل عندي خطة مستقبلية إن شامعة هل عندي خطة مستقبلية إن شامعة مرخصة من اللاعب فيبل حليج يوم كانت الفكرة موجودة لكن ولكن ما طبقت يعني لا لحين ما طبقت وشي حلو بس الامر راح يكون وايد شو نقولك يعني يحتاج وقت ويحتاج تكلفة انك انت تبني مثلا معهد تسوي في الدورات هذه هل فعلا فيه تمييز بالبطولات الدولي بين لاعبين العرب والجانب ما اتوقع انا ما اسمعتي اجاب قطع هل فعلا فيه تمييز بين البطولات الدولي بين لاعبين العرب والجانب ما اتوقع انه فيه تمييز لكن اي فيه بعض البطولات كنا نشارك فيها كان اللاعب العربي شوية يهوسون عليه انا لما اتكلم عن التحكيم عزيزي انا لما اتكلم عن التحكيم ما اتكلم عن اكسجين انا اتكلم عن الكويت احنا اي نعم انا اتمرن باكسجين ممكن اتمرن فوق سطح بيتنا ما ليش غير لكن اه مثل ما كنا احنا نسوي تصفيات وبطولات في اكسجين سوينا تصفيات وبطولات في معهد ثاني سوينا بكل مكان واشتغلنا مع الكل وحطينا ايدنا بيد الكل فانا لما اتكلم عن نفسي اخوك من الصغيرة محمد اشكناني انا اشتغل للكويت اي نعم انا من الناس هذا لكن انا قاعد اخدم الكل ما اخدم مثلا بئة معينة او تبع النادي اللي انا فيه النادي اللي انا فيه هو انجازات اتكلم مو انا اللي اخدمه ماسب اختيارك مهنة التحكيم حب حب الرياضة نفسك حب الرياضة ما كان في احد يشغل هال المكان او المكانة بالكويت بس لا اكثر وايد بطولات وايد بطولات لكن اصعب بطولة كانت بطولة تلعاب العربية في قطر 2011 اول بطولة دولية انا حكمت كان كل وزن فيه ممكن اربع اخمس لاعبين لكن كانت اصعب بطولة الموضوع مو انا اعتقد او لا اعتقد يعني انت حتى بالاتحاد الاليت اللي يلعب باديبلدن يقدر يلعب كلاسيك وديبلدن واللي يلعب بكلاسيك باديبلدن يقدر يلعب فيزيك غالبا هذه كلاسيك وفيزيك ممكن لكن باved cob은 كانوا يلعبوون مع بعض الاتحاد اللي احنا فيه حالي polyg و MPC يسمح لك انك انت تشارك بالفئة اللي تبيها ان شاء الله تشارك 40 لو كان 27 لاعب فطول واحد 2013 مدريد اسبانيا وزن الامية كان 58 لاعب بواليا انا كنت فوق الامية 31 لاعب انت فوق الامية كنت وتحت الامية كان 58 لاعب اللي فاز فيها ابراهيم ابراهيم سامي فاز فيها وما في ولا واحد فيها انظلم صح اه 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 تطوير من الناحية الفكرية هادي تحتاج ناس متخصصة للتطوير او تطوير الفكر انا ما ماني ذاك الشخص ممكن انا اسوي لك دورة اني انا اشرح لك لكن انا ماني مختص اقولوا كل واحد انه هو اشتغل باختصاصه هادي تحية ايتك من الامارات عزيز عزيز يا مشاهين اخو عزيز وغالي ومن الحكام والاخوان الحلوين بالامارات اشتغلنا وياهم سنين وما زلنا على تواصل عسى الله يحفظك اصلت اخوان احمد عسكر احمد اشكناني عبدالله الاعتيبي فريق اكسجين 2008 بطولة فريج الخليج اكسجين من 조만 TL nost while بالتعاون مع البروموتر القطري اللعبوا كلهم بوزن ثمانين وكلهم طلعوا أوكس السؤال اللي بعد تخاصم انه مثلا حكام محابين بعض ممكن راب النهاية بشر الحمد لله علاقتي طيبة مع الجميع اللهم لك الحمد بالاتحادين جاسم السويدي عليكم السلام عزيزي عزيزي يا أبو حمد نتشرف جاسم السويدي أحد أبطال الكويت بالتسعينات وصاحب صاحب معهد شارك وجه لتحية اجتركت عندك سنة 2001 من الناس الخلوقين الناس الطيبة المحترمة صراحة مستر رولومبيا 2020 ما أدري من اللاعبين اللي مشاركين عشان أتوقع لين تنزل اللي استبعدين التحكيم فيه لقواعد وفيه لأساسات بس ما رح يكون تحكيم كمبيوتر النقطة هاد الكلام هاد بلعب السؤال حلو كان موجود سنة 2000 ونهاية 2013 بداية 2014 كانوا حاطين ببالهم بالاتحاد الإليت أن يبيسوون التحكيم إلكتروني بالكمبيوتر وجهة نظري أنا جيدة بس أنا أفضل التحكيم على العلن ما يكون سري كل واحد يحط نتيجته العلن تعرض على بورد تنعرض النتيجة كاملة بالحكم الفلاني عشان نرتاح من بعض الحكام الله يحفظهم اللي كل ما شاف لاعب يقول لها أنت أول أنا قايل لك أنت أول أنا حطيت لك أول أوه ساكة تاسر يعني بس أتمنى أنا أن التحكيم يكون علىني بس ولدت نظر في ناس تلعب نوفز أبطال عالم واسم في نفس الوقت تلعبون كبار والله أنا وياك لكن للأسف مو للأسف يعني ساعات هيك لعب صج أنه هو نوفز يلعب نوفز يفوز يلعب مع الكبار أو الرجال يفوز فهذه شوية شوية صعبة بالتطبيق من وقت بطولة أحكمت فيها مسير تك التحكيمية والله وايد بطولة وايد بطولات قوية يعني ما تحضرني يعني أنا الي اليوم محكم فوق 45 بطولة دولية اللهم لك الحمد ما في شيء أذكرة بالضبط بس وايد كان في بطولات قوية يعني خلال الفترة هذه القوانين واضحة عليكم السلام ورحمة الله القوانين واضحة عزيزي لكن أرجع وأقول لك في مشكلة باللاعب والمدرب أن اللاعب ساعات هو مقتنع أنه هو الأفضل وساعات المدرب قاعد يغنع اللاعب أنه هو الأفضل في ساعات إعلاقة تصير بين اللاعب والمدرب أن اللاعب الخاص يكون مغمض ومسكر مخة وهذا الأمر زين أن اللاعب يسكر مخة مع المدرب لكن مو زين إذا المدرب دائما يتعذر بخسارة اللاعب أن الحكام ضدي لأن أنا مدربك صار فيك شديد أنت ما يحبونك عادي مو شرط يكون اللاعبك سيئ بس في أفضل منها قاعد يفوزون بس هذه الفكرة أنا قاد أشوف ترى في وادي أسألة بس أغلبهم أنت مجاوب عليهم بالحوار فيجمع اللي سأل سؤال هذا يا ينبك سؤال اللي بس قبل أتجاوبوا علي اللي سأل سؤال وما قلته ترى بمعناته أبو علي أمجاوب عليه باللايف أنا سألته يا وهو بروحه يا بالطار شو أظهر في سؤال غير هذا المنسلة الموجودة فوق تسمح لي أرد عليه قال صغر قانون يقول out ليش تقول لي تغديري ما تعرف القانون لا عزيزي أرجع وأقول لك أنا أعرف القانون وأنت لو تتابع الكلام اللي أنا تكلمته قلت لك أنه هو قانون يطلع out لكن هم تظل سياسة تغديرية للحكم شلون تصير حكم وايد في دورات قاعدة تصير في دورات قاعدة تصير حتى توقع بالإمارات تبع اتحاد لجنة تعداد هيئة تعداد القادة بالإمارات الحبيبة وقاعد يسوهم دورات وتقدر من هناك تبلش وتشوف إذا أنت قادر أنك أنت تمشي بهالسكة هذه أو لا مع العلم إذا أنت ما عندك الموهبة شلون أسميها أنا أسميها العين النظيفة اللي تشوف عدل إذا أنت ما عندك الموهبة هذه لو تأخذ ألف دورة ما رح تقر تصير حكم وممكن أنت تكون أفضل من وايد حكام من غير ما تأخذ دورات لأن أنت عندك نقول الأسس والمقاييس متعلمها وقاعد طالع عزيزي يا بن فخري الحكم الدولي يوسف فخري يوسف فخري بن فخري أتشرف فيك وأنت من الشباب الطيبة والمحترمة والمهذبة عندنا بالكويت عزيزي هذا هو أخر سؤال شنو ترتبي الأولويات بالتحكيم كمالة سام لهوات ما أفهم السؤال شنو ترتبي الأولويات جمالية حجم عضلي تناسق عضلي نشافة كنتش نكون زين طريقة العرض على المسرح 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 لأنه وايد لاعبين عنده كل المقومات لكن ما يعرف يوقف على المسرح وهذه أحد الأسباب اللي تأدي إلى الخسارة في بعض الأحيان أو أغلبها طيب وقال إحنا ما ضل عندنا وقت شنو حاب تقول لحق الناس خضراتك أشكر أشكرك بو عبد الله أول شي طبعا مشكور أن قعتني بره بالحرب خليتني خليتني أتسلف راوتر من جاري أشكر كل شخص أنا سأوريك النجارك أصيل أتشرف بكل شخص دخل اللايف كل شخص وجه سؤال كل شخص وجه نقد شكرا لكل من تابع شكرا لكل من أخطأ بأسلوب الكلام نقول في حقي أو في حق أي أحد شكرا اللي قال مثلا ما تفهم اللي قال تألف شكرا والله يعطيكم العافية وأي شي يخص المجال هذا إن شاء الله أني أنا عمري ما راح أتردد أني أنا أرد على أي أحد من وما كان بالكويت بره الكويت إذا مثلا إذا رجعت الأيام على قولتهم رجعت النوادي والحياة بأسلوبها الطبيعية راح أكون بالنادي أي شخص حاب أني يستفسر بأمر يخص التحكيم أنا أتشرف أني أنا أقدم أي معلومة حصلت عليها وتعلمتها من ناس يسبقوني بهالمجال ناس عاصرتهم ناس عندهم خبرة 20 و 25 سنة بهالمجال أتشرف أني أنا أنقلك المعلومة وأنقلك جزء من اللي أنا تعلمتها وطورتها بنفسي وأنقلك إياه الله تاكي العافية أبو علي الله عافية إن شاء الله نعود وياك رمضان كل سنة وكل عام صحة الله الله عافية اللهم عافية وإياكم إن شاء الله وعيدكم مبارك كل خب الله طاعتكم ونشوفكم إن شاء الله دائما بخير وإن شاء الله ما نشوف هالمهاترات والهواش بين فلان وفلان ويمين ويسار وبالكويت وبرة الكويت أتمنى إن الأمور هذه ما نشوفها أتمنى إذا في أي نقد يكون بناء من غير أخطاء أتمنى إذا أنا عندي شي مع سليمان بكركيت أتقي على سليمان أكلمة أروح أقعدويا لا نوسع دائرة الخلافات أحنا بالنهاية قاعد نخدم الكويت قاعد نخدم الرياضة اللي كلنا نحبها قاعد نخدم نفسنا نبي نرتقي نبي نرتقي بنفسنا ما نبي نتشابك ونظر محلك راوح وهذا الأمر اللي خلانا اللهم لك الحمد خلال عشر سنوات اللي فاتت نبني نبدي من الصفر ونصعب ليه فوق وإن شاء الله نتم دائما فوق ونكمل كلنا مع بعض والخلافات هذه كلها تزول مع زوال الكورونا إن شاء الله مرة واحدة إن شاء الله إن شاء الله حبيبي أبو علي نشوفك على خير إن شاء الله عزيزي الله يحفظك طول لي عمرك السلام عليكم شامال الله مع السلامة